والحكاية الكبيرة الحكاية الكبيرة بقى لها يومين احنا في الوكايند كده الخميس والجمعة الناس كلها عمان تتكلم عن الكهو الصالي بس كعادتنا هنا في رقم عشرة نحب نجيلكم بالجديد مجيلكش بالقديم خلاص القديم حضرتك عرفته مش عامل نفس اللي انا ايه مش شاف انك مش عارف او عامل نفس اللي انت مش عارف لأ انت خلاص عرفت ان الاهلي اصبح قريب من ضم امام عشور طيب ايه الحكاية بقى هتلقى كريم من جوه كده التفاصيل تفاصيل اوي هقولك التفاصيل اولا اول تفاصيل الكلام كله على ان الاهلي هيستعير امام عشور لمدة موسم بنية الشراء يعني بعد نهاية الموسم ده يشتري الاهلي الكلام ده شكله دلوقتي بيتغير يعني ايه هقولك يعني ايه غالبا الاهلي هيشتري عقد امام عشور مرة واحدة مش هيستعيره وبعد كده يشتريه هل دي رغبة النادي الاهلي لا دي رغبة ميتلند نادي ميتلند ميقرر انه يبيع امام عشور خلاص انا مش هعيره وبعد كده ابيه اللي عايزه ييجي يشتريه طيب الاهلي هيدفع كيان في الكصة دي الاهلي عايز يدفع 3 مليون دولار ويا ريت ايال تمام ميتلند عايز 3 ونص 3 ونص مليون دولار دي المفاوضات وشغالة الاهلي المفاوضات دي شغالة بالمناسبة لحد هذه اللحظة اللي هي التليفونات عرض رسمي اللي هو وكيل يعني فيه وكيل في النص كده بيكلم هنا وهنا عرض رسمي الاهلي غالبا وإحنا بنتكلم باعة العرض الرسمي لنادي ميتلند حط بقى ميتلند على جنب وكده كده ميتلند هيبيع امام عشور حط دي على جنب امام عشور بقى ايه اللي حصل ايه اللي قربه فجأة من النادي الاهلي امام وقلت لكم الكلام ده من كم يوم اكيد كان رغبة اولى بالنسبة له ان يرجع لناديه القضي من نهايدي الزمالك الزمالك لم يقدم عرض لضم امام عشور مين اللي كان عنده جدية كبيرة في ضم امام عشور بيرامد طيب الفكرة ان امام عشور نفسه هو اللي قال انا مش حابب دلوقتي العب في بيرامد الاهلي كان حاطت رجل وشار رجل يعني ايه يعني فيه جزء جوا النادي الاهلي بيقول اه امام هيبقى اضافة كبيرة الجزء ده طبعا طبعا اللي متحمس لامام عشور متحمس له عشان مارسل كولر متحمس جدا اللي ضم امام عشور وفيه جزء تاني اقل بيقول يعني امام ليه مواقف معانا والحاجات اللي ببعض الجماهير بعض الجماهير بتقولها فالاهلي كان متأخر شوية في حسم قراره طيب الاهلي حسم قراره انا بقولك اوه الاهلي حسم قراره ايوة انا عايز اضم امام عشور وبالتالي النادي الاهلي وده اللي بسببه الموضوع سخن اول يومين اللي فاته بين امام عشور والنادي الاهلي او الحكاية بتاعت امام عشور والنادي الاهلي النادي الاهلي حصل على توقيع رغبة من امام عشور عشان النادي الاهلي هيبعتها مع العرض الرسمي المتلا يعني يا جماعة ده العرض الرسمي بتاعنا واحنا الاهلي امام عشور عايز نحن فبعت له الرغبة مع العرض الرسمي امام عشور بقى لو النادي الاهلي اشترى عقده كامل مش اعارة هيبقى التعاقد مع امام عشور أربع مواسم هياخد فيهم كام إمام عشور هياخد فيهم 36 مليون جنيه في الأربع مواسم 36 مليون جنيه إزاي هياخد في السنة الأولى 6 مليون جنيه الثانية 8 مليون جنيه الثالثة 10 مليون جنيه والربعة 12 مليون جنيه بمجموع 36 مليون جنيه في الأربع سنوات هل ده الرقم اللي عايزه إمام عشور لا بس النادي الأهلي قال لإمام عشور بشكل واضح احنا مش هنديك أكتر من لعب الفئة الأولى في الفريق ودي أرقام لعب الفئة الأولى في الفريق طب والفلوس اللي عايزة إمام عشور أكتر من كده بشوية في طريقين النادي الأهلي هيمشي في واحد منهم أول واحد أنه يجيب له إعلانات أو يحط نسبة معينة زي معينة المحسين الشحات نسبة معينة أو رقم معين إعلانات لإمام عشور وفي حاجة تانية انه رجل اعمال قريب من النادي الاهلي جدا هيتكفل بالزيادة اللي عايز امام عشور فعاله بس الاهلي نفسه ما يدفعهش عشان ما يعملش مشكلة جوه الفريق في نقطة في ميتلند ما قدتها لكش ميتلند عايز يبيع امام عشور تلاتة بقى تلاتة ونص الاهلي عارف يشتريب اتنين ونص في كل الاحوال الرقم ده هيدفع منه جزء كبير ووارد انه يبقى كله رجل اعمال غير رجل اعمال اللي هيدفع الامام عشور فارق التعاقد رجل اعمال تاني كان قريب من النادي الاهلي من فترة قريبة كان قريب جدا يعني سيتحمل جزء كبير من قيمة هذه الصفقة الفلوس اللي هتدفع لي ميتلند يعني يا كريم بقى منخص الكلام ده يعني بنسبة تصل الى تسعين في المية امام عشور هيكون في النادي الاهلي الموسم اللي جاي وانا ما بقولش مية في المية دايما عشان ممكن تحصل حاجة في المفاوضة انا بقول تسعين في المية عشان ما تجيش تقولي بعد كده انت قلت خلاص امام عشور في الهات لا فيه عشرة في المية تعرفش اللي يحصل بكري احنا تعودنا كده في موضوع الصفقات والتعاقدات بس دي الحكاية كلها بتعتمام عشور اشتركوا في القناة